هحكي لك النهاردة عن مدينة اسطورية مرعبة مات عند الاسوار بتاعتها مئات الناس ويقال ان الجن هم اللي بنوها في عصر سيدنا سليمان عشان يحبس فيها الجن الكافر المدينة من جوه مليانة كنوز واسرار ما تخطرش على بال بشر وحتى ان الاراضي الموجودة جنبها فيها كائنات متوحشة وبيسكن فيها اقوام اول مرة تسمع بيهم المدينة اللي جاء اكلمك عنها يا مدينة النحاس وهي مدينة اسطورية زي اطلانتس وفالهالا واسجرد واللي اكيد سمعتوا بواحدة من المدن دي قبل كده وسمعتوا كمان بان كان عندهم سحر وانهم في بعضهم وصل لتكنولوجيا احنا كبشر حتى الان لسه ما وصلناش لحاجة شبهها كانوا على درجة عالية جدا من التطور العلمي اللي ممكن يكون تسبب مثلا في ان بعضها غرق زي اطلانتس لكن اللغز الاكبر بقى هو لغز وجود المدن دي اصلا من عدمه برغم ان انت لو دورت بتلاقي قصص كتيرة جدا منتشر عنها ومن اغربهم بقى قصة مدينة النحاس اللي هتسمحها دلوقتي قصتنا من كتاب اسمه كتاب البلدان لابن الهمزاني واللي بتبدأ في العصر الاموي مع الخليفة عبد الملك ابن مروان واللي بعد ما وصلوا القصة بتاعت مدينة النحاس وقصة الكنوز الكتيرة جدا الموجودة فيها قرر ان هو لازم يبعد حد يوصل لها فاول حد جاء في باله هو موسى بن النصير وده كان واحد من قادة المسلمين وقتها موسى بن النصير كان قاعد في مدينة القيروان اللي هي حاليا موجودة في تونس ولما وصلوا الكتاب او الرسالة يعني بتاعت الملك اللي كان بيقولوا فيها ان هو لازم يروح يفتح مدينة النحاس وفعلا موسى بن النصير اتحرك ومعاه الف فارس وكان معهم زاد يكفيهم لمدة اربع شهور وبدأت بقى الرحلة بتاعتهم لمدينة النحاس لكنهم ما كانوش يعرفوا الرعب اللي مستنيهم هناك اتحركت الرحلة بتاعتهم واللي فضلت ماشية لمدة تلاتة واربعين يوم وفي بعض الروايات التانية بيقولون ان هم فضلوا ماشيين لمدة سنتين من الصحة الله واعلم وخلال الرحلة بتاعتهم ديت كان بيستعين دايما بقى دلاء او قصصين اثر عشان يعرفوا السكة لحد ما قدر فعلا ان هو يوصل لمدينة النحاس واللي الجنود كانوا بيقولوا ان هم على بعد كانوا شايفين البريق بتاع المدينة لحد ما وصلوا عند الاسوار بتاعتها وهنا بقى هم اتفاجئوا لان هم لقوا ان المدينة عبارة عن اسوار بس وما لقى ابواب كمان العلو بتاع المدينة والمباني الموجودة جواها كان العلو غير منطقي للبشر في الحقبة ديت وكأن المدينة اللي بناها مش بشر اصلا لان كل حاجة قدامهم كانت حاجة عملاقة عن المستوى الطبيعي اللي هم يعرفوه قرر موسى بن نصير والناس اللي معاه ان هم باقي عسكره قدام المدينة بدأوا يبنوا المخيمات ويعودوا لحد ما جاء عليهم العيشة صلوه وقضوا بقى ليلة كانت مكتوب في الكتاب ان هي الليلة الاكثر رعبا ده كان الوصف الموجود لان هم شافوا حاجات مرعبة وسموا اصوات تشيب الشعر خد بالك ان هم طول الوقت دوت كانوا عمالين بيفكروا ازاي اقدروا ان هم يعدوا الاصوار العالية بتاعت المدينة ايه بقى اللي حصل لهم بعد الليلة المرعبة دي ويه اللي هم هيلقوه جوا المدينة ده اللي رواك ان شاء الله في الحلقة الجاية فمتنساش تعمل فلو لايك عشان ما تفوتكش ورمضان كريم عليكم كان معاكم محمود زايد سلام